كلمة للشعب وكلمة للرئيس الله كلمة للشعب عشان خاطر ربنا لا تبرعوا أنفسكم من كل ما تنتقل ده صحيح عشان خاطر ربنا خضراتكم اللي أنا منكو طبعا إحنا الكلام اللي تقال من شوية مسئولية عزمة بجانب مسئوليات الآخرين عام يحدث في البلد قد تكون تاريخية ما اشتغلناش في يوم الأيام تعودنا على كده طنشنا بقينا جزء من مكينة لخبطة فأرجو بس عشان ما يبقاش فيه في النهاية حد مسئول وحد مش بسئول الرئيس أرجو أنت المسئول قدام الناس والمغنم والمغرم عليك والحكومة الناس بتعرفش حكومة حكومة منتخباتش الحكومة مع احترامنا ما هانتش في سنة وراجل المحترم لكن في المواجهة اللي جارية من 30 يونو لغاية النهاردة ما فيش فيها غير رئيس الجمهورية بيمثل نظامك بكمله وبالتالي أي إجراء من الإجراءات دي سواء اتخذت أو ما اتخذتش المصارحة اللي يتكلم عنها لتوصلة أبو علي أتمنى أن السيد الرئيس يبتدي وفورا يكلم المصريين دول بالطريقة دي دول ما فيها الصدمة اللي هتحصل حتى لو قال أنا مخالفة لرأي الدكتور هعوم الجميع حتى لو حصل ده الرئيس يطلع والرئيس يقول ده للمصريين ما يتركش الأمر إجراءات تتخذ بلا كلام السياسة في الأصل كلام أبنى تبقى إجراء وإذا خدت إجراء من غير كلام كأنك ما عملتوش مش مهم أنك تكون صحة والناس مش وقتون عنك صح حيبا في كارسة لازم تكون صحة والناس تقتون ترجمة نانسي قنقر